اقول عايزة لكم طبعا ان بكرة بمشيئة الرحمن في مبارتين في الدور نصف النهائي الاهل ان شاء الله ستلتقي مع الترجي هناك في ملعب رادس الساعة عشرة مساء ويوم السبت بمشيئة الرحمن الطرف الاخر في معادلة النهائي الوداد المغربي امام سان داونز في المغرب الساعة تسعة مساء او تعدل بقى الساعة عشرة حالين انا اسف كان تسعة وعدلوه بقى الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة قبل ما نقول يعني اخبار النادي الاهلي وتدريباته وبعض المؤتمرات الصحفية اللي عندنا كنا اتكلمنا مبارح انه لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي اجتمعت مساء امس اثناء البرنامجات هي مجتمعة لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بالاستئناف اللي قدموا نادي الترجي التونسي على العقوبة التي وقعها الاتحاد الافريقي على الترجي التونسي بسبب اعمال شغب جماهيرو في مباراة شبيبة القبائل الجزائري كان هو واخد اربع مباريات بدون جمهور مع ايقاف التنفيذ لمبارتين وانظاروا اذا حدث امر اخر لمدة 12 شهر فسيستبعد تماما من البطولة بالاضافة الى 300 الف دولار غرامة مالية اجتمعت انبارح اللجنة في وجود فريق قانوني من نادي الترجي التونسي صدرت القرارات واعلنت اليوم بالرفض الكامل لطبعا استئناف نادي الترجي التونسي وتأكيد العقوبات زي ما هي بالزبط وبالتالي زي ما اكدنا مبارا وكلكم حضراتكم كنتوا عارفين طبعا ان مباراة الغد بمشياط الرحمن دي طبعا الاحداث المؤسفة جدا اللي احنا بنعتذر ان احنا بنزاعها لكن لابد ان الناس تعرف ان النتيجة الطبيعية لهذه الاعمال المؤسفة هي انك تقتل ناديك تقتل ناديك قولا واحدا يعني مش هقول بتأذي ناديك انت بتقتل ناديك لان النهاردة لما يعني يستبعد جماهيره او تستبعد جماهيره اربع مباريات مع ايخاف التنفيذ لمباراتين والانزال لمدة 12 شهر بالاستبعاد النهائي لو حصل امر اخر يبقى الامر صعب جدا الامر صعب جدا جدا هذا هو الامر ترجمة نانسي قنقر